موسيقى انترفيو صوت لبنان نحييكن مشاهدينا ومستمعينا وينما كنتوا عم بتتبعونا اليوم ضيفت منتجة معدة ومقدمة برامج عم انتبعة على شاشة تليفزيون لبنان ببرنامج أحلى صباح الإعلامية باتريسيا سمحة صباح الخير باتريسيا وأهلا وسهلا فيك بصوت لبنان صباح الخير سيدة وأنا بشرفت لكون موجودة معكم بصوت لبنان مثل ما قلتها الإزاعة الوطنية الجامعة يلي بتضم شخصيات هيك مميزة بأروقتها وعلى ومن وراء المايكروفون طبعا فحلى صبحية معك اليوم بنقول صباح الخير لكل المستمعين وكمان المشاهدين مع أنه الإزاعة عند روناء بالصوت ده صوتك حلو دفي يا سيدة شكرا لألك باتريسيا بدي ضيف كمان على المقدمة أنه انت كمان بشق الاجتماعي والإنساني انت رئيسة المنتدى العالمي للأديان والإنسانية ورح نحكي بأكتر من محور اليوم عن مسيرة باتريسيا سمحة بالإعلام والعمل الإنساني الاجتماعي تقريبا تقريبا إذا فينا نحكي شوي عن عمر هالمسيرة الإعلامية يلي بدأتيا وتنقلت بأكتر من مؤسسة إعلامية كان في إلك عمل وراء الكواليس وأيضا أمام الشاشة حلا بس قولي عمر هالمسيرة الإعلامية أنا بخاف تنقذي يا إلهي هلأ قلنا يعني أنا تخرجت وبلشت العمل الإعلامي إذا بدك بستوديو فيزيون يلي هي شركة الإنتاج هلأ وقتا كانت الأم تي في مسكرة بلشت بأحلى مطرح وأكتر مطرح متطور صراحة لأنه كثير بتتعلم من استوديو فيزيون كثير بتتعلم من الأشخاص الموجودين تكنيك ما معروف قديا استوديو فيزيون والأم تي في هنا متطورين يمكن هني أكتر تليفيزيون وشركة الإنتاج متطورين بالشرق الأوسط فكان إلي الشرف أنه بس تخرجت من الجامعة طبعا كلية الإعلام بدأوا وجهة تحية لكل الأشخاص يلي بتخرجوا من هالجامعة العريقة يلي هني عن جد حاملين العلم والثقافة والأمل أنه يغيروا بلبنان هاي دي لطشة؟ شوية شوية كتير يعني فهموها فتخرجت وبلشت هونيك بالشغل تعلمت كتير منهن تكنيك ما الشغل كتير حلو بتتعلمي كل شيء بتتعلمي تشتغلي على المكسر بتتعلمي التكنيك كيف يشتغل بتعلمي المخرج كيف يشتغل وفي مجال تتطوري لأنه القصص يلي بين إيديك متطورة كتير وهذا شي سهلك أنه تكوني كمان بمؤسسة إعلامية أخرى وتتنقل اللي حتى تصيري أمام الشاشة أمام الكاميرا طبعا تليفيزيون هي شركة إنتاج وكان عندها كتير كان في الحرة تليفيزيون الحرة كمان اشتغلت معهم كان اللي شرف وتعرفت على المدارة وشغلهم بروفاشنال أكيد تعرفت على نيو تيفي كانوا كمان يصوروا نيو تيفي وفي سيديو فيزيون تعرفت على الأم بي سي منشان هيك هيك شكلت إذا بدك مروحة كتير واسعة من العلاقات ومن المعرفة كمان يعني بين السياسة لأنه أنت كمان منتجة لبرنامج سياسة بين الفن حتى كمان بالفن صحيح كانت روتانا كمان محبطة كمان وكنت كمان أنا بتحرير أخباره تذكري كان في نشرة فنية تصير كنا عتواصل مع الفنانين يومي لناخد أفكارهم كلهم تقريبا يعني إليسا نجوة كانت مرحلة حلوة بس أنا صراحة ما لقيت حالي كتير بالفن يعني ما حسيت حالي أنا كتير مرتاحة بهذا المطرح مش لسبب الفنانين كانوا كتير لازيزين نسيه الإيغو نسيه القصاص بس ملقيت حالي أنا كإعلامية بهذا المطرح كتير مع أنه اشتغلته شغلته على أكمل وجه بس سبحان الله كنت عم بتفتش عن هويتك الإعلامية أنا ذاك وعدني بعضيك طبعا طبعا بتضلي عم بتنبشي بتضلي عم بتشوفي أنت وين بأي مطرح هلأ أنا كتير حبيت العمل إنساني كتير حبيت البرامج الهادفة طيب هون بهيد النقطة باتريسيا أنه عم تقليلي بعدني عم بنبش عن هويتك الإعلامية كونك ثبت يعني صار هلأ أدى إليك يعني تقريبا أربع سنين بالبرنامج الأحلى صباح الصباحي إلنا سبع سنين سبع سنين وبالعمل الإنساني صار إلي كمان فترة طويلة ما فينا نقول إنه خلص أنا ثبتت عرفت هويتي هون بلى بس أصدي بتضلي عم بتشوفي شوفي بعد شو بعد فيك التعاملة لأنه الإنسان دايما بيتجدد سيدي يعني ولا مرة بتقولي أنا خلص عملت الشي هيدا شي وأنا فول ستسفايد وخلص أنا هون بتضلك عم بتشوفي وبتضلك تلاقي قد ما هو واسع يعني المجال الإعلامي كنتي عم تسأليني من شوية عن السياسة قلت لك يمكن شوية السياسة بتأطر ويحطك بإطار معين فالبرامج والبرامج الاجتماعية والإنسانية ومفتوحة فيك تعملي حتى فيك تحقق فرق يعني أنا بالبرنامج الإزاعي يعني هومانو تلفزيون على إزاعة لبنان على إزاعة لبنان كمان قدمتي البرنامج سوى منقدر سوى منقدر من عنوانه بتعرفي شو فول كونتنت فكانت من أحلى التجارب لأنه قدرت أعمل فرق مع ناس يعني البرنامج كان بإذا بدك بيدوي على شخصيات كان عندها تحديات معينة بحياتها وقدرت تتخطى هود التحديات تعمل سكساس ستوري وكنت عكل مناسبة عم بساعد يعني فترضي حدا عنده بده علاج بده مستشفى بده كذا فكنا عم نجرب نكون حدا هو دي العالم بتحس الفرق مش تعبية هوا بتحس الفرق عم بتنغذي حياة إنسان أو قات بس قدرت تعمل فرق بيظل هالوضع يلي نحنا كنا مرئين فيه وعا تقولي ما فيه لأنه فيكي والدنيا ما خلية وبسط سري على الموضوع يعني أنا هوم بدي واجهة تحية كمان لوزير الشؤون قبل ما يصير وزير شؤون اجتماعية هكتور حجار صراحة كنت بالإزاع وكنت تلفن هيك قلت له رد على الهواء قلت له أنه فيه سيدة من ضحايا انفجار المرفع زوجة أحد ضحايا انفجار المرفع وهي سيدة بدأت عيش بيكرمتها وعند أولاد وما يتزوجها وهي بتعمل أشغال يدوية مثل ما بنعرف أنه هكتور حجار كان عندهم مستاج دبيب يعملوا هيكي قصص للناس اللي عندهم حاجات ويأمنوا لهم المواد الأولية قبل ما يصير وزير تصلت فيه بعد ما صار وزير تابع الموضوع وقدم له مبلغ تتبلش يعني شغل خاص فيه بس حتى هذا الشي بسبب عرقيل يعني بتقولي أنه أنا قادرة وأنا مثل ما قلت لي ما تقولي ما فيي بس تصطدمي بعرقيل خاصة بالوضع الإنساني وبتأمين حاجات الناس من بعد هالبرنامج يلي عملت له إطار خاص عمل إنساني يعني خليكي هيكي الشبكة العربية لمبادرات ذوية الهمام هيكي يكون فيه إليك شهادة تقدير سلاحة فيجأوني فيها أيام بتحسي أنه جهودك منها مقشوعة بتحسي أنه ما حدا عم بيشوف بس أنا عم بعمل شي تقرضي حالي وتقرضي ربي بتلاقي لا مقشوعة ومنشوفي حتى إذا مش بلبنان برات لبنان الأساس اللي عم تعمليها بتعمل فرق والناس بتحكي والناس بتقول بتصير مجرد ما العالم تلجأ لك سيدة وتصير تقول أنا بدأ لباتريسيا أو لسيدة وبقدر اتكلي عليهم حتى لو أيام ما بتقدري مثل ما قلت أنت في عرق الأيام ما بتقدري بس مجرد ما يقولك ويعتبروك ما رجع بهذا المطرح وأنت قادرة تساعدي وقدرة تعملي فرق يعني حطوكي بمطرح مسئولية اليوم أنت يعني البرنامج بعد سنة عمره سنة بعدين كفيت بهذا الشئ الإنساني بعملك بتلفزيون لبنان طبعاً أكيد بعملي بتلفزيون لبنان وبالجمعية يعني ما كمان المنتظر موجود فأنت كنت عم تشتغلي على كذا إطار وخلص صرت معروفة بهذا المطرح ومعروفة أنه أنت قادرة تعمل لهذا المجهود مثل ما قلتلك نجحتي أو ما نجحت أيام ننجح أيام نفشل وأنا بزع الأوقات وبحس أنه أنا ما قدرت يعني إذا طفل لجألك بده مساعدة أنا ما قدرت أعمل شي بهذا المطرح لأنه في عرائيل ومنا ببلد كتير مرتاح بس حوالتي على القليلة تصرين بائماً على أنه الإعلام الهدف هل نحن بنفتقده اليوم بزمننا الحاضر؟ كتير مطارح وكتير مطارح للأسف العالم بتعتبر الإعلام شوي صار له علاقة بالدعاية بالتجارة أنه كمان الإعلام منه بس ما يكقب وشعر وكتير أيام نشوف هذه الصور النمطية بالإعلام أنه أنا حتى أيام بتركزي على الموزيع شو عن بيقول أو على الموزيع تلتهي بالأسف كتير حلو يكون الشخص أتراكتف على الهواء لأنه هذه صورة بس في كونتنت بعدين يعني بتحس كتير أوقات الأسف صارت سخيفة لدرجة بمطارح معينة أنه عم تتكرر وعم تنعاد وما في شي عم بيوصل من هيدا الهواء أوكي عم نتسلى ونسلى العالم ومدرش وبعدين هيدا منبر فيك تستفيد منه لمساعدة العالم طيب إذا بدي أقول أسألك عن العصر الدهبي لمسيرتك بالإعلام وين بأي مرحلة اليوم تلفزيون لبنان أم قبل سوديو فيزيون أو المحطات اللي ما رأتي فيها أكيد عم بتطور يعني أنا مش أنا قبل حتى بحياتك بشخصيتك أنت عم تكبري الإعلام عم بيكبر معك أنت عم تكبري عم توعي عم تصيري متشور قبل كان يمكن أنا كان كتير بهمني قبل البهرجة أنه أنا بهيدا المطرح وبهيدا المطرح هلأ لا هلأ بهمني أكتر وصل فكرة فالإنسان بينضج وبيصير عنده غير أهداف تقدر توصل الفكرة لو ما كنت أنت المعدة والمقدمة ببرنامج أحلى صباح بدي أحكي عن أحلى صباح البرنامج ياللي بحسه شقفة مني وعا تلفزيون لبنان تحديدا هالشاشة اللي بتعاني من كتير تحديات أدى حلو سيدة تكوني بمطرح هلأت في تحديات وهلأت تعملي فرق لأنه التحديات أنا بالنسبة لإليه بتعطيكي موتيفاشن بتخليك تضلي تكملي بتخليك تضلي مصرة إنه لأ بدي أعمل هيدا يعني التحديات هي شو مادية؟ كل شي كل شي يعني تحديات تلفزيون لبنان كتير المادة هي أساس تنقدر نكمل كمان بس نشكر الله برنامج كتير محضور غيرتوا الدكور عملتوا هكي نفضة صحيح نشكر كمان التيكا يلي عملت لنا هيدا النقلة حتى الدكور بأسر يعني بتحسي في شي تغير بيعطيكي تدفع إنه تكملي كمان أنا برنامج ملو برنامجي أنا برنامج معي شباب وصبايا بياخدوا العقل معي معدين معي منتجين معي كمان بريزنترز بحبوا نقددنا نحن أصحاب دايما يعني منكون عمسان فيها الانسجام بيناتكن عائلة عائلة والبرنامج الصباحي معروف بالكونتنت يعني معروف بالمضمون بس في برامج فاتريسيا مشابهة على شاشاتنا منحضارها الصبح حلوين شو بيتميز بيتميز أحلى صباحا باقي هالبرامج اللي انتبعها كلهم حلوين وأنا المنتجين بكافة التليفزيونات بجهر القرف تحييني أصدقاء لألي إيه لأنه نحن ما بنشتغل كتير على الموضوع المادي بنشتغل أكتر على المتلك على المضمون يعني أنا بنبش على الضيف شريكون من آخر الدنيا لأنه عنده شيء أولو أو أطني بنبشه عليك كمان يصير واحد ما رجع بعدين صحيح الكونتنت كتير مهم هلأ صارت الصورة كتير حلوة عندنا كمان مثل ما قلتليك يعني الموزيع ما نصار بالبرنامج الصباحي صار هو الضيف بس إنه اللي بيشتغل بمجال الإعلام مش معقولة إليلي لا يسعى إلا إلى الشهرة الشهرة بيبي يمكن بيتدروجاتها الشهرة بتجي لحالة بعد شوي إذا كنتي عم تقدمي مضمون نضيفه حلو لحاله لحالة الشهرة بتجي بس إذا أنت نبشت عليها البطل تجي فالضيف عندنا بأحلى صباح هو النجم لأنه بنتركه هو يحكي اللي بدي يقوله أنا ما بكون عم بيين أداي عندي أدرات قدام الضيف ما بكون عم بقمعه ما بكون عم ربي على الهوى ما بكون عم بيين أدراتي أنا لأنه هو في عنده هيدا المسيحة وهذا شي أنا كتير بصري عليه بأحلى صباح هو جاي يقول لي عنده مش أنا بدي يقول لي عندي كتير من راحز أيام إنه ببرامج بيصير المزيع بده هو يبين أنه هو ستار وإنت بدي أدفلسفة عليك وبدي ربيك فهيدا هلأ بالسياسة غير موضوع وأنا عم بحكي بالبرامج اللي عنده هيدا الوقت المحدد بدي يطلع يقول جاي يقوله فهيدا الموضوع كتير مهم وبرجع أبأكد لك أنه المضمون هو الأساس بأحلى صباح تلفزيون لبنان صنع نجوم أعلاميات يعني نجوم صاروا وهن قدوة لألنا اليوم بالإعلام قادر اليوم يصنع نجوم؟ أكيد قادر هو النجم التلفزيون ما بيصنع نجم النجم بيصنع حاله بحاله يعني تتميزي أنت إن شاء الله تكوني عم تشتغلي تحت الدرج تتميزي إذا أنت عندك القدرة تميزة كانوا مميزين كانوا شخصيات مميزة تلفزيون ما أنه بعصر الزهب هلأ ما فينا نقول أنه هلأ نحن بأحلى حالاتنا طبعا مثل ما قلت لك شخص هو بميز حاله سيدي ما حدا بميزه يعني أنا ببرنامج إذاعي قدرت أعمل فرق على الإذاعة وما كان تلفزيون فكيف بالحري إذا كان في تلفزيون كان في شاشة قد أنت قادرة تكوني عم طاعت حسب أنت شو عم بتقولي يعني الشاشة موجودة أنت شو عم تعطي لها الشاشة شو عم تعطي لها الناس هيدا اللي بميز بس بأوقات كتيري بتقولي أنه هيدا المؤسسة الإعلامية أو هيدا الشاشة قدرت تعطي مساحة لإعلامة أو إعلامية معينة وقدرت من خلال هالشاشة يمكن ما بيكون عندها شي عندها فريق إعداد أو هو فريق إعداد طويل عريض هو عم بعد وكل التفاصيل بيغوص فيها هيدا الشي شرقته هايك في عالمك سبحان الله بتطلع يمكن صبيه بتعمل تقريب بتلفط النظر شرقته هي 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 منك وفيك يعني يا بتكوني مشرقته وموجودة وعيونك بتحكي يا ما في عالم حلوين على الشاشة بتقولي حلوين بس ما عندهم هيدا الكونتاكت مع الكاميرا ما بيحكوك بعيونه مين بيعجبك اليوم من الإعلاميات على الشاشة؟ كلهم كلهم حلوين كلهم أصحابي كلهم أصحابي كلهم أصحابي ليكي مثل ما قلتلك هي الشاشة هي صورة ومضمون في كتير عالم حلوين بس في كتير عالم حلوين وفي كونتنت في كونتنت وبلح يعني ما بعرف برجع بيحكي بالشرط وأكيد ما رحقول أسهمي كلهم أصحابي وبحبهم قد الدنيا وكل حدا عنده شيء إذا ما نحكي شوي عن يعني قلتي هالتلفزيون لبنان وإزاعة لبنان يلي أنت هيكي عندك مت ما بيقوله محبة خاصة لقلون قلتيلي بالإمكانات الموجودة اليوم عم نقدر نعمل شيء اليوم المسعي اللي عم بتقوم فيه وزارة الإعلام لإدراج تلفزيون لبنان ضمن على لائحة ذاكرة العالم تاب على الأونسكو وقديش بتلاقي هيدا الشي سينصف التلفزيون كتير مهم هو عم بينشغل من قبل مع فرنسا على موضوع كمان رقمنة الأرشيف ونقله وكذا أكيد شغلة كتير مهمة هيدا توراس هيدا الشي لي ما بيرجع ينعاد سيدة هولي خلصو هولي مرحلة من تاريخ لبنان هودي ذاكرة لبنان هيدا شي كتير مهم وهيدا أكيد ينصف أرشيف تلفزيون لبنان برجة تحية هون لمعادي الوزير على جهوده لأنه بالفعل عم بيعمله شغل كتير حلو بهيدا المطرح وطبعا هو نحن بنعرف أنه المعادي الوزير هو هلأ المدير العام لتلفزيون لبنان فبتحسك كمان أنه عم بينشغل وعم بينعمل فرق أديش قدر اليوم يعني قبل ما انتقل الشيء اللي بيتعلق بالمنتدى المنتدى العالم للأديان والإنساني لأحد أهدافه تغيير تغيير ببيئة المجتمع والعمل معا أديش بتلاقي أنه نحن اليوم بالإدارات الرسمية قادرين نغير تحدي كتير كبير كتير كتير كبير لأنه المحسوبيات موجودة يعني ما في يقلك أنه مثلا أنا وقتها كنت بمؤسسة خاصة بتعملي انذار بحدا بخاف لأنه بيكون مؤثر بشغله وهذا شيء بالمؤسسات الخاصة بالعامة عفوا رسمية ما في محسابة سايدة فهيدا الموضوع يلي عم بيخلي شوية القصص ما تكون مثل ما لازم يعني مثل ما قالت لك يعني كل برنامج بيعمل إطاره طيب بلشت بلشت بالإعلام الهادف قدي بتلاقي فيه تشابه بين أنه نحمر شعار الإعلام الهادف لحتى ننشره على بحياتنا على شاشاتنا وبين شعار مكافحة الفساد يعني نحنا منكافح فساد منفتح ملفات بس شفنا حدا من المعني كيف يحبس أو تحيسب موضوع مكافحة على القليلة على القليلة مش غلط بس على القليلة بتحطي للأصبع على الجرح وبتقولي إنه هيدا الشي غلط وهيدا الشي مش مزبوط بس قدام نقدر نحقق هل ببدا نيقس المستمعين قبل الضو للأسف ما في شي عم بيصير إذا حكينا الواقع اليوم نكون عم نيقسوا إنه ما في شي ما في شي عم بين حالة منفتح ملفات منحكي الفساد منحكي 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 وما منشوف محسبي يعني بعده للأسف موضوع إنفجال مرفق سيدة يعني بعد ما نلقت واحد العالم بعد عم بتصرخ وتبكي وبعدها جتت تحت تحت الركيم وما عم نعرف شي أنا قد ما تبعتهم أكتر أضية أثرت فيك واشتغلت من أجل يعني تكوني حد أهالي شهداء فوج الأطفاء بيروت أو حتى كمان أهالي شهداء المرفق سيدة كتير الوجع كبير يعني أنا كمنتدى وكأعلمية كنت معهم على الأرض يعني شفت شو عم بيصير شفت وجعهم شفت الأمهات ما في شي بعزة ما في شي بعزة غير إنه نعرف الحقيقة ما في شي بعزة غير ما ينلقت شخص يا خي مين فجر العاصمة مين قتل الناس اللي منحبها يعني شو هلا شو ما أقولني عم بيصير تغييب العدالة بهالطريقة المحسوبيات بهالطريقة ما في حدا أكبر من إنه يستدع التحقيق بهالجريمة ما في حدا أهم ما في مسؤول ما في نايف ما في وزير بدون يجوا يقولوا ليش هك صار مين مسؤول مين خطط مين نفذ يعني الناس ماتت بيروت انتفجرت بعد اللي هلا ما عنا خيط تتشوفي بعدك بتسأليني عن ملفات الفساد وعن العدالة للأسف بي لبنان ما في عدالة قبل ما تنحل هيد القضية ما في عدالة لكل الناس هون اللي عم بيتضامنوا مع غزة لوبنا مع الشعب طبعا المظلوم والأبريا بس نحنا بعد جريمتنا بالأرض بعد أمهاتنا لبسين أسود بعد الدمعة منشفت يعني فينا نتضامن مع كل الناس ونحنا شعب يمكن أكتر بلد عطي كرمال غيره وأكتر بلد ضحة كرمال غيره نحنا نعرف كمان الوجود الفلسطيني في لبنان قد لأن نحنا كمان عناينا منه كلبنانية عم بحكي السياسة في أحكي السياسة برنامج بردى شوف رح تتحولي من البرامج الأحلى صباح للسياسة يلا رح نحكي بس ما حدا ما حدا نحنا كلبنانية وقف حدنا في فكرة تقدمي برنامج سياسي يمكن معقول كتير أول أخبار أخبار لا بس بركة برنامج سياسي لأنه تعرفي على تلفزيون لبنان يعني يمكن تعدم لك عروض أخرى فارج التلفزيون صحي هلا برنامج سياسي إن شاء الله يارب بيمشي الحال وأكيد أول حدا بيعرف هو صوت لبنان باتريسيا بدأ انتقل للشق الإنساني والروحي عنديك أنت بالتسكية رئيسة المنتدى العالمي للأديان والإنسانية وأنت من قبل صار لك فترة طويلة بتشتغلي مع هالمنتدى أولا شو الهدف من هيدا المنتدى وشو المحاورة اللي بتشتغله عليها مع مين بتشتغله نحنا بشتغل مع كل الناس المنتدى هو جمعية لتبغى الربح طبعا بدم شخصيات من كل التواقف اللبنانية جامع أنا بقول الشخصيات الموجودة بالمنتدى لموجودة بالحكومة كنا بألف خير قدمهن شخصيات مؤثرة بمجتمعهم سواء الشيعة أو السنة أو الدروز أو المسيحية شخصيات قدرة تعطي وشخصيات قدرة تقرر بس للأسف دايما الشخص اللي بيسوى ما بيوصل لمركز قرر بس أوقات كتير يمكن الشخص بيكون بيسوى بس نشوفه بمركز معين بالدولة بيتغير يعني في عنا عدة شهدين ما بيوصلوا على شو شغلت يعني شو كان الهدف الأساسي اليوم اللي عم تشتغل عليه أو استراتيجية اللي متبعتين بها المنتدى هو إذا بديك المنتدى الهدف الأساسي هو يعني تحفيز على المواطنة العيش المشترك كيف عم تطبقون هالأهداف عم بقول لك انفجار المرفأ شكل نقطة التحول حتى بمسار عمل الجمعيات قبل كنا شوية عم نشتغل عم المواضيع عالمواضيع المواطنة عتمكن المرأة كنا عم نعطي دورات انجلش للسيدات بالدواحي لسبب لأن السيدة هي المؤسرة بعيلتها ما معقول ما تكون ولادة على الفيسبوك ولادة على الانترنت ما معقول ما تكون هي مع خبر شو عم بيصير وعملنا كذا دورة وعطيناهم أكيد شهادات مع أشخاص مدرسين ومدربين اشتغلنا كتير على الأساتذة بصفوف يعني بس تعلمي أستاذ والدربية أنت عم بالدربة صف بكامله كيف بيعيشوا مع بعضهم موضوع كمان يكون مواطنين جيدين بالمجتمع كيف أنه أنا إذا بصردي أنا مدرسة بشري كلنا موارنة صح؟ صو ما بعرف أنا الشخص التاني كي بيفكر شغلنا عموضوع أنه ينتعرف التنميزي تعرف على الآخر يعرف لأنه نحن منسمع كل شيء مجهول بنخاف منه بس هل تكفي التدريبات أم لازم يكون أو عملته يعني ورش عمل ساعدته دائما المرأة النساء وبأي مناطق استهدفتوا دائما كيف ورش عمل مثل ما قلتلك العريف كنا بالبقاع كنا بالجنوب كنا بالشوف يعني كنا عمل ناقي مثل ما قلتلك الضواحل لأنه المرأة ببيروت شوي عندها أكساء أكتر فاخترنا هو دي المناطق النائية لنكون نواقفين كمان حد المرأة وبطل ما قلتلك الأساسي اشتغلنا على رجال الدين رجال الدين من أجل تغيير رجل الدين قدي قادر يأسر وغير رجل الدين بالجامع قدي إذا كان عم بيعمل خطبة الجمعة قادر يأسر وقادر يأسر سلبا إذا حكي شيء غلط كمان هذا الموضوع من نسبة للكاهن بالكنيسة فاشتغلنا على رجال دين كلمة الموضوع يعني حتى عملنا لهم مباراة كرة قدم كمان أشركتون بهذا عملنا مباراة لرجال دين شاركوا فيها مشيخ وشاركوا فيها كهنة سعيدة بس شلحوا الجبة يلي لابسينا صاروا كلهم مثل بعضهم صار يقلوا جورج شوط الطابة على الفكرة مش فكرة إنه نلعب فوتبول الفكرة إنه ليكون إحنا مثل بعض ما هني كمان بالبرلمان بيعملوا فوتبول ماتش فوتبول بيكون ما أحلى هون بعدين بس يروحوا على البرلمان بيدخانوا صح بس هي الفكرة إنه إنه كونوا عم بي يعني عم نشوفهم كلهم بلا هون بلا الجبة وبلا يعني بنسمعهم كل حدا على حقيقته على حقيقته على الأرض وحلوة الفكرة إنه أنا يعني عطول سواء الكاهن أو الشيخ إنه هو نحنا ما فينا دايما هو اللي عم بيفرض علينا رأيه لأنه هو برأي العالم إنه حدا قادر يكون عنده نولج بالدين لأ هيدا شخص مثلي مثله هيدا شخص مش كله بيقوله منذر هيدا شخص قادر أنا جادله منشان هيك أنا كنت أقلون يلي بدي فوت على الجامع ما يطلع إنسان أفضل بلا ما يفوت ويعمل لي حاله مؤمن واللي بدي فوت على الكنيسة ما يطلع إنسان أفضل بلا ما يفوت على الكنيسة من أساسها طيب إذا بدي أحكي بهيدا الشق وفتنة في بنت بشري إيمانة محفور هيك بيبي بيسخور اليوم صرنا فعلا يعني إلى حد ما بعاد عن الله وكتار عندن هالنظرة إنه خاصة بالإعلام خاصة بهالعالم بعاد كيف تتعيشي أنت أنا كتير بحب أقول إنه أنا بنت بشري لسبب أول شي بشري هي اللي حفرت شخصيتي يعني هالمنطقة الكتير حلوة بشمال لبنان هالمنطقة يلي فيا وادي الأدسين فيا مرشربل بتربي بتربي على طيبة بتربي على عصب معي يعني بتربي على هيك كرامة وبتخديها معك يعني أنا ما فيي أفصل أنا من وين اليوم أبدا لأنه بتتربي أنت على أيام معي يعني حتى بمسيرتك الإعلامية فيك تكون يعني أنا ما بجادل أنا ما بجادل أنا ما بساوم على مبادئ حتى لو بدي أخسر شغلي بكتير مطار حتى لو ما بدي لو في بوست معروض علي وفي شي بدي ساوم على مبادئ اللي تربيت علي أنا ما بياخدوه سيدي لأنه إذا ما كنت أنت مرتاحة مع حالك وكنت أنت مبسوطة بحالك لشو كله كله مجد باطل فهيدا الموضوع يلي هيكي كتير بحب تستمد هالقوة هالقوة حتى تقولي لأ من الإيمان يلي أنت تأسستاني هو الإيمان هو تربية كمان هو عيلة هو أهل هو تقاليد هو الجمعة العظيمة يلي من روحة هالجمعة يلي أنا عندي ومما بدي يكون بالعالم بدي أجي مشان هيكي أنا بقلك القصص اللي بتربطنا بأرضنا هني مش بس شجار وهول الأحسيس يلي ما فيك تعيشية ولا مطرح بكل العالم إلا عندك ببيتك عند أهلك باتريسيا سميحة أهلا وسهلا فيك اليوم بهاللقاء وأحلى صباح كان معك اليوم عن صوت لبنان يا الله شحله الصباح أهلا وسهلا فيك العالمية باتريسيا سميحة شكرا على حضورك اليوم بشكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا بلقاء انتروف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة